وحاجات كتير اللي شفنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عد على قومه ولقاهم بأظافر من الحاس بيعملوا بيقطعوا الشهم ويسمهم يعني الموضوع بجد كبير ده ده الرسول صلى الله عليه وسلم راجع كده من الجنازة ولقى يعني أعزكم الله زي تيس منتفخ فجاب اتنين من الصحابة وقال لهم انزلها فكل من هذه الجيفة يعوزوا بالله فيعني قال يا رسول الله يعني أعزكم الله ده جيفة نتنا قال والله إني لأرى لحمه بين أسنانكم يعني أحب أحدكم أن يأكل لحم أتيه ميتا فكارهتموه في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من نوم الصبح كده قال للناس اللي ما فطرش اللي ما أكلش يصوم واللي أكل يمسك بقية اليوم ولا يفطرن أحد حتى يرجع يستأزم من مين من النبي صلى الله عليه وسلم فالناس يعني المغرب جاهوا ومحدش قال لهم أفطروا فكل الراجل ييجي يستأزم من النبي صلى الله عليه وسلم والستة يجي فيأذن له ففيه بنتين يتكسفوا أنهم يروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا الحد يوسطوه كده فقال إنهم اللي اتنين ما صموش أصلا قالوا لا إحنا صيمين الحمد لله بس مين اللي قالوا إنهم ما وصموش النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرى هذان يعني أو هاتان تستقيئة كل واحدة ترجع اللي إيه اللي في بطنها فلما رجعت كل واحدة يعني رجعت علقة من دم ويكأنها أكلت لحمة أختها فقال والله لو ظلت في بطنهما لا حرقتهما في النار الموضوع مش سهل كانوا بيتكلموا يعني في الوقت داعا ولا حد فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه يقول وش رباه مع الناس لأن انت كده كده صيامك مش مقبول والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تدرونا من المفلس وقال لنا أن انت هتعمل حسنات كتير وهيجي الناس ياخدوها على الجاهز نحل بقى المشكلة دي ازاي وهل في حديث برضو لا يدخل الجنة نمام اه طبعا ده حديث مخيف مخيف احنا بنشوف ما يمنع العبد من دخول الجنة الأمور الايه الكبيرة التي يعني تتعلق بكبائر الذنوب وحقوق العباد فالنميمة بتضمر المجتمع بتخلي الناس كلها يعني تكره بعضها ويبقى فيه شقاق بين أفراد المجتمع وهذا قائم مقام إبليس يعني من أعظم أدوات إبليس في إفساد ذات البين النميمة فكأنه جند من جنود إبليس فالأمر خطير وليس بالهين لذلك يعني عايزة أعرف لو نس لو احنا دلوقتي لو أنا مثلا سمعت الكلام ده أو عايزة أتوب من إن أنا كنت بعمل ده أو كنت بتكلم على حد أو بجيب سيرة حد أو أي حاجة من الحاجات دي بعمل إيه؟ الظنوب التي لها كفارات ذنوب هينة لو واحد شرب الخمر بيجلد ففي كفارة لو واحد سرق بيقطعوا إيده ففي بعض الظنوب ليست لها كفارات ودي أمر خطير يعني الغيبة والنميمة ملهاش كفارة؟ ملهاش كفارة مش حيروح يصوم يومين فده هو التكلم في حقوق الناس فرقم واحد لو أخطأ في حق إنسان شوه صورته تكلم عنه بالسوق يحاول يصحح الصورة دي يستغفر له وكده كده هيجي يوم اليوم هياخد من حسناته يستسمحه طب لو أنا روحت وقلت له أنا تكلمت في حقك المشكلة هتكبر ومش هنعرف نحلها ولا هنعرف نلمها يبقى خلاص مش لازم أقول بس أحاول أول حاجة أوقف الموضوع ده تماما ما تكلمش مرة تانية ولو أنت بتكرهه عادي نحن ممكن حد يكره حد لو أنت كره من الذكاء ما تدلوش حسناتك أنت كده بتهديه أفضل ما لديك لا وحدي فتك قلت كمان يستغفر له يعني أنا هدعي له دلوقتي بأن ربنا يغفر له أن ربنا يغفر له يعني أنا دلوقتي زعلانة متضايقة منه ولا هدعي له يعني أنا الأولى أن أنا بقى أسكت ما تكلمش خالص احفظ لسانك الإنسان يحفظ لسانه ترجمة نانسي قنقر